موسيقى خذها قاعدة فلسفة كل شيء او لا شيء برمجة مرضية مؤذية موسيقى دكتور ايرن بيك ودكتور ديفيد بيرنس من اعمدة المؤسسين للمدرسة المعرفية ودكتور ديفيد بيرنس واحد اساتذتي عندهم نظرية في الفكر المعوج يسمونه عشرة مسائل في الفكر المعوج اولها واكثرها حدة هو يعني يعمل كل شيء او لا شيء وهذه الفلسفة اللي يتبنىها بعض الناس يعني تشوفها في المحادثات يسقطها على الاحداث يسقطها على العلاقات وهي مسألة مؤذية بالنسبة لا يعني الدنيا اما انه هي ابيض او اسود اما احصل على كل شيء صح او ما لداعي ايشي يعني الدنيا عندها دائما نتيجتين اما جيد او سيء اما انك انت معاي 100% او ضدي دائما ينظر الاشياء بكمالية اذا حب يابل حب 100% او خلاص ما لداعي نحب اذا شارك يابل المشاركة 100% او ما لداعي نشارك اذا بدأ عمل يابل يسويه 100% والتيم اللي يشتغل معه لازم 100% او خلاص ما لداعي نشتغل حتى يقصو على نفسه في كثير من الاحيان انه يريد من نفسه شيء 100% او يفقد الامل حتى في نفسه في الحقيقة في الدنيا ما فيه كمال الكل اسمعها مني الكل كذاب اوكي والكل صادق ما فيه احد ما يكذب ما فيه ما يوجد في البشرية احد ما كذب حتى في الاحاديث النبوية ذكر لنا انبياء حتى في القرآن الكريم ذكر لنا مواقف يعني اضطر فيها الشخص الكذب ما فيه وهؤلاء المثال والنموذج للبشر فكيف بالاخرين ما فيه كل بس صناعة الكمالية هي صناعة المرض فالكل كاذب وايضا الكل ممكن يصدق ممكن يكون اكبر كاذب في الدنيا بس هو معاك صادق في كل شيء يقول لك يا صدق تلقى هذولا مجرمين المافيا وهم لولا الصدق اللي بينهم والثقة عمرهم ما يشتغلون مع بعض لكن هما يعملون بناء على الثقة اللي بينهم والصدق اللي صير ما حتصير فيه حتى عصابها كل الناس عاصي وكل الناس تقي كل بني آدم خطاء انت مقادرة تدرك هذه المسألة الكل عاصي يقول لو لأنكم تعصون لذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين يعصون فيتوب الله عليهم وفي الإنجيل الامرأة جاءت تشكي إلى المسيح وتقول لها يعني بأن أنا عصيت وأن أنا سويت وأن كذا فأنت خلاص اطلب لي المغفرة فقال له خلاص سوي وليمة وادعي لهذه الوليمة شرط ألا يحضرها أحد عصى معصية وما علش بس بمجرد ما يأكلون وليمة حتغفر لش كل ذنوبك راحت وصاحت في الناس ودعت وكذا ما حضر أحد وليمتها علمها درس عملي كل الناس عصات كل الناس أتقياء كل الناس زينين وشينين كريمين وبخيلين حلوين وقبيحين عالي إذا كان كل الناس هكذا من أين جاءت هذه المثالية مثاليات الخطب اللي تذكر لناها أنا ما في خطبة حضرتها إلا وفيها دائما مقارنة دائما يعني يذكر لك الصحابة الأجلاء وكيف كانوا ويذكر لك العلماء السابقين وكيف كانوا يأخذوا من الليل ويصومون النار وكانوا يقضون الوقت كله لله فأين نحن منها على طرد علينا وعلى طول يبين الآن يعني كيف أنه أنت لا شيء وهم الكمال دائما والمثالية فهنا بدأت فكرة الكمالية تترسخ في النفوس أين أيضا في هوس القصص المدرسية اللي تبني المثال دائما في البطل في الشيء المثالي دائما في الشخصيات المثالية في التصوير والإخراج السينمائي اللي يظهر لنا هيروس أبطال غريبين في الفوتوشوب اللي يغير كل الناس تقريبا في المبالغات في الميكب في المديح في الإظهار جعلت المثاليات منتشرة في كل مكان طبعا تجي أنت تشوف نفسك تقول يعني أنا ما نفهل مستوى كذولا هم ما تشوف الناس مغرمين في الممثلين وفي المطربين وفي المشاهير لأن هناك مبالغات كثيرة في الشخصية وفي إظهار الشخصية الكمالية عزيز المستمع مرض المريض النفسي يتميز بهذه الصفة في قمتها كل ما زاد مرضا نفسي أو العقلي كل ما زادت هذه الصفة لدرجة أن يبدأ يشوف نفسه هو الكمال كله اللي هو المهدي أو المسيح أو أحيانا الذات الإلهية أو يشوف نفسه أنه ما يسوي شيء خلاص أفضل أن ينتحره أصلا ولا شيء يعني يا أما هو كل شيء يا أما هو ولا شيء تطرفية لا يتحمل قليل من التعب أو الصعوبات أو الإرحاق أو التعامل غير اللطيف من الآخرين أو المرض أو العرض أو الوقت الذي يحتاجه للتشافي هذه كلها علامات من علامات المرض الكمالية تجلب المرض النفسي والجسدي والروحي والاجتماعي تنفر الناس منك إذا كنت أنت تطلب من الناس دائما أنهم يكونون كمالية فهتبدأ الناس تنفر لأنهم ليسوا كذلك ولا يستطيعون أن يصبحوا كذلك البرمجة عزيز المستمع بدأت من الصغر عيب مش أصول خليك تقي الوطنية القومية تمسك بالدين المبالغ به برمجة التبعية للصورة النمطية صنعنا منافقين يبرزون لنا يبكون والله ما راح تأخذ من الدنيا شيء ثم تراه يشتري بخور بثلاثة آلاف دولار ويركب سيارة بمئة ألف دولار ينادي للجهاد باكيا مجلجلا المنبر ثم يحضر حفل تخرج ابنه في أمريكا سياسي تدمع عينه في إعلان على فقير لم يجد بيتا يأويه ثم يسرق ملايين من ميزانية الدولة شيخ يدعو الناس للعفة والتعفف ثم هو يتزوج زواج المسيار وزواج المسفار وزواج الطيار وزواج متع وزواج رقع وممثل يمثل أدوار البطولات الغرامية الدرامية يرمي زوجته أو ولده في الشارع كل هؤلاء صنعتهم الجماهير البائسة اللي تبرمجت على الكمالية أنا وأنا طالب في أمريكا رأيت مشهد عظيم هي الشيخ جابر وكان ذاك الوقت هو حاكم لكويت أمير البلاد وكان في لقاء للطلبة يعني متجمعين في واشنطن دي سي وكان هو في زيارة البلد فرأوا الطلبة أنهم يطلعون يستقبلون أمير البلاد وهو جاي وقاء مقدم كانوا الطلبة يصيحون بالروح بالدم نفديك يا جابر بالروح قدام الناس طبعا بالمطار فهو ماشي في مسارة لف واتجه إلى الطلبة وقال لهم يا أولادي يا أحبابي لا يفدى بالروح والدم إلا الله والوطن ولف ومشى في طريقك وسكتوا طبعا 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 لأنه عيب صرا لأنه موقف صح شنو بروح الدم نفديك كيف تاشين حرب احنا ليو بسكاليا أحد أساتدتي كان إذا تكلم على طول يعني يخليك تضحك لين بطنك يوجعك وتدمع عينك لين تسيل كثير من الدموع من كثر تأثيره في الحديث تلقاه في يوتيوب توفى في أواخر 1999 بسكاليا كان يقول وكانوا عنده طلبة شبه يعبدونه يلحقونه وينما يروحوا يلملمونه ويقعد بعد المحاضرة تقريبا يلمل على الأقل ألف شخص كل واحد يعني يحصل على لم يحضنه كذا فقال لهم إذا كنتم منتم تعشقوني وتحبوني شايفينه كذا حطوني على المرحاض تفهمون إنسانيتي النبي محمد لما كانوا الناس يدخلون على القوم ما يعرفونه ما يدرون هو مين هذا يقول لا هذا أبو بكر طب هذا لا هذا علي طب هذا لا ذاك اللي من هاك ما يعرفونه لا يتميز بله أنت دخل اليوم على مجلس شيخ تعرف على طول انبرز رأسه وحاط بخوره وحاط بشته ولابس معرف شك على طول تعرفه هذا هو فلان المحاضر ما كنت تعرف النبي محمد بين الناس أبدا لا تعرف ليش لأن لا يتصنع لا يتصنع ولا يعمل ما يعملونه اليوم رجال الدين كلهم بلباس مميز بطريقة مميزة لأنهم غير أنت غير أنت مستواك أقل هم مستواهم عالي هم أقرب إلى الله أنت مستواك صغير لسه كذا هاي الصورة النمطية اللي بتنقل لك بودة لما كان يمشي بين الناس ما يعرفون الناس هم على بالهم عابر سبيل اللي يزفه واللي يعترض عليه وهذا بودة اللي يعني تأثر فيه الملايين وقتها وفيما بعد الأفاتار بين الناس لا تعرفه أقسم بالله يمر أفاتارات بين الناس ما يعرفونهم والله ما يعرفونهم المنافقة القطة من بعيد تعرفه من لبسه ومن طريقته ومن كلامه وكذا أنا أشتم ريحته وأرى هالته وأعرفه من بعيد بين الناس هذه كلها برمجة برمجت عليها الناس لدرجة أنها صارت تبحث عن المنافقين تبحث عن المصنوعين الكماليين تبحث عن الفيك لا تريد الحقيقة خلني أعطيك تمرين يساعدك في هذا الموضوع لأن هذه المسألة تعيق كثيرا في العلاقات طبعا هذا كلام بيني وبين زوجتي بيني وبين أولادي بيني وبين أهلي بيني وبين أمي فأنت طول الوقت تطلب الكمالية في الآخرين وهذه غير موجودة خذ هذا التمرين يساعدك في موضوع كيف تحط الناس اللي تحبها في المكان الصحيح اللي هما ما تجعلهم كماليين أبيك تختار أفضل شخصية عندك يعني شخص تحبه وترى كامل أو شبه كامل إذا كنت مثلي فأنت ما ترى أي أحد كامل أنا ما أرى أي أحد كامل أبدا ما أرى لا في التاريخ ولا في الماضي ولا في المستقبل أبدا ما أرى أي أحد كامل فإذا كنت مثلي فأنت ترى حطه شبه كامل حتى أنا حتى ما عندي أحد شبه كامل فعندي شخص جيد أوكي يقول ممتاز هذا كإنسان راقي أوكي أنا سميه راقجي بس كيفك انت يمكن يكون عندك لا بالإنسان عندك كامل خلاص أوكي ماشي لا تزعل تكامل كامل خلاص اللي تبيه أو شبه كامل ماشي أوكي هم نقبل هك وحدد يعني أمام عينك حدد وين موقعها بالضبط لأن المخ يبرمجه في مكان ما فيه شوفه وين موجوده هو على اليمين ولا على اليسار فوق ولا تحت وين حجمه وين كده فحددها في خيالك يعني طبعا خيالك حددها أمامك حدد موقعها وأشر على هذا الموقع أشر على هذا الموقع هذا وين بالضبط شايف حددتها أوكي ممتاز اختر شخص آخر الآن مثله أو قريب منه كذلك وشوف وين تضع أيضا هل في نفس المكان يعني شوف وين العقل يبرمجهم وين يحطهم هذول فحدد موقعه كذلك إذا تحب اختار شخص ثالث بعده وأيضا حدد موقعه الحين اختار لك شخص تحبه لكن عندك عليه ملاحظات كثيرة كبير ملاحظاتك عليه كثيرة بس تحب هذا الشخص قد يكون ابنك بنتك زوج زوجة صديق مدير أي أن كان أنت تحبه بس عندك عليك كثيرة من الملاحظات شوف وين موقعه الآن حدد وين الموقع لو وجدت المواقع مختلفة طبعا نصبه ما يرى المواقع مختلفة معناتها ما سوى التمرين صح لكن سوى فيه وقت تكون أنت أكثر منسجم وتبدأ تحدده ربما تحتاج ورقة وقلم وتحط المواقع شوف وين الشخص هذا اللي أنت تحبه لكن عندك عليه ملاحظات وجدتها أوكي حددت موقعه موقعه مختلف ممتاز الآن حركه من موقعه وسحبه إلى المكان اللي موجودين في هذول الأشخاص اللي أنت تعدهم راقيين كاملين نموذجيين كيفك فحطه هنا في هذا المكان وقف ملاحظاتك عنه خلى هنا مع هؤلاء الأشخاص ضع من تحبه في هذه الخانة لكن لا تطلب الكمال تذكر أننا كلنا عصات كلنا كذابين شحين خائفين إذا أنت ترجو غير ذلك صف بالدور على كوكب آخر إيلن موسك الحين قاعد يطير ناس إلى كوكب ثاني صف منك أوكي هالك الكوكب هذا مليان الناس فيه ممثاليين وممكاملين وكل الناس عصات وكذابين وشحين وخايفين وكلهم أيضا تقاط وصادقين وكريمين وطيبين وحبوبين أوكي فيهم هذه الصفات وهذه الصفات أنت دورك أنك تبحث عن الصفات الجيدة فيهم تتعامل فيهم من البشرية إحنا كلنا مليئين في المعصية بالكذب بالشح والخافين أهلا بك في البشرية وكوكب الأرض ترجمة نانسي قنقر